موسى الجمال كذلك بنلقي تحية مسائية طيبة على السادة اللي بيستمع علينا عبر أسيرة الموجة واحد أتزعين يجعلنا أنه اليوم نتحدث في هذه الحلقة عن واحد من المواضيع المهمة موضوع الديكور موضوع الديكور هو موضوع شيق وجميل وأصبحت كل المنازل السودانية وكل الأسر وكل البيوت السودانية بتهتم بتطوير المنازل والاهتمام بالتصميم الداخلي والتصميم الخارجي أصبح ما يميز البيت السوداني لذلك يزعدنا أنه في هذه الحلقة أنه يكون معنا باش مهندس أيمن التجاني مرحب بك كثير باش مهندس أيمن مرحب وعليكم السلام ورحمة الله مرحب بك كثير مرحب بك طبعا إحنا عارفين يا أيمن أنه الديكور البسيط اللي كان زمان في البيوت أصبحوا الناس يعني يبتحدوا عنه كثير وبيقولوا حابين يكون الديكور يواكب الحداثة ويواكب العصر إحنا عايزين نعرف أول حاجة يعني ليه الناس بعدوا عن الحاجة دي الحاجة الثانية دارينا عارف المواد اللي بتستخدمها أنت في الديكور عسى أن ما يكون ديكور حديث وديكور جميل كيف تكون؟ في البداية بشكر غناتني لزرق الإصدافة وإن شاء الله دائما يعني مرحبين بالناس في مجالات يعني حديثة في السودان وجديدة ويعني أتمنى أن نتواصل معكم إن شاء الله في حلقة أكتر وإكتر إن شاء الله موضوع الدكور صراح موضوع يعني موضوع كبير جداً العالم يتجه ليه يعني في منحها يعني أو في شتى الاتجاهات المتعلقة بيعني حتى في الصحة النفسية حتى في شرطة المسارح حتى في شغل بتاع المدارس التعليم في كل مجال الديكور بقى عنده دور ودور كبير جداً وفي السودان إحنا نقتصر موضوع في السودان وفي تحديداً في المدن النامية الجديدة باحتبارها نعم صراحة الناس بعدت من الشغلة التغليدي القديم يعني نتيجة طبيعية للتطور الحاصل يعني حولينا والناس زي ما يقوله الفضايات أورت الناس التصاميم والاقتراب برضو دخل الحياة دي من اللينا وكده ونحن بران عندنا ديكور زي ما يقوله كسودانيين ديكور زي ما يقوله تراسي تراسي لكن يعني صراحة ممكن نكون ما مواكبة بس العصر الحداثة نعم فمن الحياة الصراحة الناس يهتموا بها الزمان كانت مثلا ما موجودة التصميم الداخلي بتاع المنازل من ناحية بتاع إضاءة من ناحية بتاع شغل الأعمال الجي بيس شغل بتاع الأرضيات الحديثة الطلعة الجديدة الحاجات المتعلقة بالتصميم الخارجي المبنى من ناحية بتاع الألوان والتصميم حتى نخش فيه مثلا شغل بتاع الحجار الشغل بتاع البياض التغليدي القرين الداخلي يعني الناس يمكن شوية قلت منه نعم مع التكلفة العالية بتاع الديكور طبعا لكن برضو الناس يعني حابة الشكل الجميل في المنازل نعم طيب دارين عرف أهم الخامات والمواد الانت بتستخدمها في الديكور الداخلي شنو بتستخدمها؟ طبعا معظمة مستورة للحياة دي يعني ما ينتاج محلي يعني يمكن إذا تكلمنا مثلا من الشغل الداخلي نبدأ مثلا بجدران بقيت أشكال كثيرة شديد وأنواع كثيرة من الديهانات نعم غير الديهانات فيه شغل بتاع أعمال بتاع جيبيس ويضاء فيه أعمال تانية بتاع مثلا خشب فيه أعمال تانية بتاع جدران بتاع حجر نعم الأنواع كثيرة مختلفة إذا حصل نتكلم وصلا تحديدا في الشغل بتاع البنتيك وشغل بتاع الديهانات بنلقى الديهانات يعني ما ما لبقى مواسك الزمان المدرمو في البيوت أو البوفية العادية دي نعم زي ما ذكرنا في الأول إن هي بقت حقيات متخصصة يعني مثلا يعني مثلا 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 في المستشفى حاضرة بلوم معين بنوع ممات دمعينة غرف الأطفال عندها ديهانات خاصة بها يعني فالأنواع تها الديهانات بالنسبة للداخلي إذا تكلمنا مثلا نتحدني على البوماستيك بيقى منه ثلاثة أنواع البوماستيك نطفي البوماستيك اسيم قلوس البوماستيك باحتبار لمعة كاملة يعني شعين نعم أي وعي فده بالنسبة للبوماستيك غير الأنواع الكثيرة بتاعت الديكور الخشد على المرحلة الثانية بعد البوماستيك مثلا عندنا شغل بتاع الديهان اسم روشان ديهان اسم فالفيد مارمو ديهان اسم روعة ورود والحاجات دي معظمة من شركات بتنتج مع اختلاف الأسامي طبعا يعني نعم ممكن الشكل يكون واحد لكن اختلاف الأسامي يعني من شركة لشركة مثلا مثلا المهندس حيندا نهيه في السودان بيسمي مارمو نعم الجزيرة مثلا للسعودية بيسمي مارمو نعم فهي نفس المادة ونفس الشكل مع اختلاف والمسميات نفس الشركات طيب احنا حنشاهد المحطة الخارجية نشاهد بعض الأعمال ونعود نتواصل معك مرتين مرحبا بكم مرحبا بكم ترجمة نانسي قنقر 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 الحمد لله يعني بالتنفيذة نحنا نعم وبعمالة سودانية نعم الحمد لله طبعا أنا بحب العمالة السودانية جدا مع مشاكلهم الكثيرة نعم المتعلق بين الغياب والمناسبات التسيب والتسيب والحياة دي وقاعد نكون طبعا نحنا عرضة لهجمات الزباين والناس اللي بكونوا في مؤسكين لهم مواقع شغل نعم فأما بالنسبة للشغل الخاري نبدأ بالخاري ونفش لجوه نعم صراحة الشغل الخاري في الفترات الأخيرة الناس بقيت تهيب تصاميم يعني قبل الكلام ده نتكلم عن التصميم حقه نحنا في السودان أصلا كان كيف نعم في الأول في الزمان يعني يعني بدري شوي التصاميم حقتنا كانت يعني اتأثرنا بالنظام الإنجليزي البيطاني كان حاكمنا فمعظم المباني بتاعتنا مباني يعني مربعة يعني زوايا تكون حادة ما في شغل بتاع كيرفات تعرجات ما في فنيات كثيرة يعني في لكن الآن في الفترة الأخيرة ممكن في لمسة خليجية خشت علينا هنا في السودان نعم بقيت شكل التصاميم يعني استوحى مثلا من الناس اللي يكون مختلفين في الخارج وكده وطبعا زي ما قلنا قبيلا يعني العالم بتاع الإنترنت والواطس والحيدي ما خلت شيء إلا يعني يقول ساهل جدا نزور يصليوا فالتصميم الخارجي بتاعنا زبان كان يعني يمكن يكون تغليدي شوية في حاجاته كل الناس غرفتين مخلوفات وانتهى الكلام على كده حتى المباني بتاعتنا الخارجية ما فيها فنيات ما فيها فينش يعني دقيقة مع أنه طبعا في ناس نقاد منتقدوا الحداثة بتاعت الجيكور والمباني والغابات الأسمنت بقول والكلام دين وبسخين وكده نعم وبنظرة يعني يعني من ناحة بتاعت بيئة من ناحة بتاعت كده ممكن يكون عندهم حق إنه أي أجوان ماك لكن الزمن ده بيتطلب إنه نوفر مثلا بيئة صالحة لأطفال الشكل مقفلة مثلا يعني العمارات بيئة البلد ما بتشيل فالبنيان بيكون رأسي فلازم الناس تعمل شنو تبتجي في اتجاه يعني المباني الحديثة نعم بعد المرحلة دي بتجي مرحلة الديكور مهم فالزورهم يكون معلوم مبناء مثلا تتلفت اليوم يكون معلوم مثلا جريبة 2 مليار في النهاية ما يحصر جماليات المبلغ بتاعته كله إلا إذا أطفع عليهم شغل خارجي يظهر قروشي يعني الأعمال كثيرا نعم التعب التعب فيه الخسارات الكبيرة الخسارة ويخسر ليه مثلا 20% من غيمة دي 10% جماليات ممكن تكون وكماليات لكن مهمة أول حيب إذا يتم عقار حقك للجار حزيت غيمة للجار نعم إذا يتساكن فيه وبتكون برضو يعني النفس مرتاحة للجمال الشكل حتى بالنسبة الخارجية في الحداغة الخارجية شغل بتاع النوافية شغل بتاع كده حيدي كلها عندنا ربقة ساهلة وتصاميم من الناس بتعملها ويتنفزها بأيادة سودانية يعني خبيرة جدا في الحاجات الزيني نعم فالأنواع الفنيش الخاري بتاع الدكور بتركز تحديدي عندنا نهاية السودان على يمكن يكون أكثر حاجة عندنا الحجر نعم الحجر الطبيعي اللي هو بيجي بيجي من البورسودان البحر أحمر بيجي من منطقة الشمالية ويجي كان بيجي من الجهة بتاع الجبال بتاع الفاو فينواع حجار معينة كي بتشتغل في شغل تاع الدكور الخارجي غير البورسلين وغير الحياة المصنعة الرخام المصري بيجي والبيجي من الصين فدي كلها نخطها تحت شكل نقول مثلا على حجر أو شغل بتاع التجليد الخارجي نعم أما باقي الشغل بتاع الدكور مثلا زي كان فيه مبنى شوفناه قبل شوية نعم هنستعرض للمحطة الخارجية ثانية عشان تصرحوا لينا بالتلصيل يلا المبنى ده نحنا اشتغلنا فيه شغل مثلا بتاع الكرانيش خارجية أحددت المبنى فصلتوا الكرانيش عبارة عن حديد حديد وويض نعم بعد الكلام ده بنجي نعملها بتاع التلوين عادي فيه شغل بتاع التكشر يعني لبعض الحياة تتبيض نعم تندهن دهان عادي بيجي على التكشر التكشر ده ماد خجنة يعني أقرب حاجة ليها أي زول بعرفة ترطش الزمان بيشتغل بالمكان العادية البلدية دي نعم لكن هي من نفس المواد أو لمواد مختلفة؟ تماما يعني يعني هي ممكن نقوله عليها يعني ترطش راغي يعني كده نعم حياة صفتي كده وحياة جميلة ماذا يلا دي خشنة شوية وبتمسي غبار كده فدي لا دي بتندهن دهان لامع قدر ما يتغسل وتجع الأمطار كده بيزيد جماله وتبقى أنضف أكتر نعم تاني في الحجر حجر طوان زي بكرنا نواعه وأنواع مختلفة في البياض البياض التغليدي برضو العادي برضو الناس بدخلت على شغل بتاع زوايا بتاع الألمنيوم شغل بتاع بياض مصطر مقطع مهم فبقى تحكي الشكل من حتى التصميم بتاع المبنى زاد المهندس بن عمار لما نسميه المبنى نعم دي في حاجات بتكون موجودة في المبنى مهم ممكن أزولها وعايلها كده هي غير تكلفة ما يعني ما عندها دور نعم لكن بالعكس الحاجات دي مثلا عندها دور في الشغل بتاع التهوية بتاع المبنى كله مهم مثلا بتلقي مثلا جدار مارك مثلا من الطابقة الأول لحد الطابق مثلا الرابع جدار مارك قريب متر فوق مش على مترين بزاوية مائلة ده ممكن يكون من بدي غير الشجة مالي والديكور المبنى بيساعد في التهوية بتاع الجوزه مثلا معين مبنى نعم فالحياة في التصميم بقت مكسودة لكن بالنزول بخريج بشكل ديكوري نعم طيب ضرر يكون في تناسق ما بين التصميم الداخلي والخارجي ولا ممكن كل واحد يكون مختلف على حدة يعني شكله ما هو ما بالمعنى الدقيق يعني لازم يكون كده حتى البيت جوه غرفه ما شرط تكون بأول واحد ما شرط تكون ببيت حاجة غرفة النوم مثلا ما زي الغرفة بتاع الضيافة غرفة الأطفال ما زي الغرفة بتاع المسلا نعم الغرفة الشخصية يزول عنده غرفة براه وطبعا الألوان الناس ما بتفك يعني ما في ممكن تليم ملكة ثلاثة أربعة فارق يتفكوا في لون ما نادر يعني نعم يعني ممكن لسه تكون ندخل في التصميم الداخلي طيب ونعرف إنه هل في التصميم الداخلي يعني بالضرورة إن الألوان تكون واحدة ممكن كل غرفة تكون يعني زمان كانت الألوان كلها شرط تكون واحدة مش واحدة حتى في الغرفة ما شرط تكون في لون واحد في الغرفة في لون واحد في الغرفة زي ما عندنا برضو عرضنا هنا حاجات ما شرط الحاجات دي بالعكس بقدت هي بسموها الناس بقولها خلفية يعني بكون الجدران ثلاثة جنبات لون واحد الجنبة الثانية بكون جنبة ديكورية طبعا للتكلفة لأنه الديكور غالي شوية وتاني للجمال لا نصل في ستاير في الغرفة 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 اللي زول بكون شخصية أو غرفة النوم عندنا هنا بكون فيها دواليفة ففي جوزة بكون من الجدران مغدى نعم فما فيه داعي نزول اشتغل مثلا ديكور يكلف نفسه أكثر من تاني حاجة ديكور الكثير ما جميل نعم 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 طيب نشوف المساحات المساحات الموجودة في المنازل ودائرين نعرف المساحات وعلاقتها بالألوان يعني هل المساحة إذا كان الصغير وعملنا على لون فاتح ممكن تزيج كده يعني أنا جرزي من السورة طبعا طبعا ممكن يعني مساحة صغيرة نعم عندنا قدامنا النمازج مثلا ممكن نشوف أيوة تفضل مثلا الشكل اللي قدامنا ده ده مدخل معلش يرجع صورة نعم آي ممكن نعم نعم خلاص نجيتها إن شاء الله ما بمشكلة أيوة ما بمشكلة ممكن تقول أيوة ده مدخلها وبعضين مثلا يلا يعني أنا دايما المدخل بتاع البيت بيكون ألوانه ترضي الجميع لأنه كل الناس خاشة يعني سيد البيت الرجل كبير الأطفال نعم هو موجود ده المدخل أي مسلا يعني مضرب مسلا نعم فنحنا ما بنعمل ألوان شازة ألوان مسلا تكون يعني حاجة يعني شايني كده بعيدة في ناس ما بحبوا ألوان بعين ما بحب ألوان أصفر ما بحب ألوان كده فمندي ألوان يعني بالطرد الجميعي زي ما بقول يعني نعم يعني مريحة في نفس اللحظة ملفت للنظر إنه الزول اشتغى شغول بتاع ديكور شغول جميع فزي المدخل نحنا العمل أداسة فيه لون دهبي في الكرانيش فيه لون أبيض في الجيبسن بورد في الحوايط فيه لون غريب الأبيض يعني لون مقبول لأي زول بعد ذلك تاني بيجي بيجي بيضغي عليك مثلا صاحب المنزل يكون دائر لون معين في المحلة دي نعم فنحنا بنحاول معاه حسب خبراتنا حسب شغولنا بنحاول نوجه على الألوان اللي إحنا شايفيننا مثلا أنسب في ناس بيرضوا طبعا في ناس بكفروا لكده حسب الزوق الزول لو ما شاء مثلا صورة تاني غيرها في الألوان نعم هي تتكلم معه وبيعرض نعم اسفضل يلا مثلا الألوان التائم مثلا الغرف غرف النوم بعد دي حاجة خاصة بيتكون مثلا بأي زول يحب لون معين وحسب اتفاقه غرف تاعة الضيافة كذلك نعم في الزمن دي عندنا كمان يعني بيجد غرف متخصة أكثر نعم ممكن دي غرفة نموذل لغرفة ممكن تحدثنا عنها دي غرفة أطفال طبعا نعم غرفة بتاعة أطفال الأطفال دائما بيحب الأوان الفرايحية مريحة بالنسبة لهم حتى بالنسبة للعفش اللي فيها تم اختياره تحديدا في الغرفة دي مع صاحب المبنى على أساس انه يتناسق مع الألوان في الحيط وفي الجدران نعم فكانت ألوان يعني ازا يقولوا عجبتهم جدا وكانت ألوان جميلة الخيار كان مابيناتني يعني حتى نوع الديهان هي نوع مختلف اسمه ديهان طفل ده من شركة الجزيرة ديهان الطفل دا دايما بيكون حتى الطفل كان مثلا الحياة تشال منا حاجة بيقلم بيحاجة حك شي يعني أكل منا ما بتكون دايما حاجة تعمل مشاكل موات أي موات بارك فيها معالجة وفيها امتصاص للغازات السالبة وكده 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 فيها مشتنكر وليس شغل متخصص ما زي زمان أقول يعني نعم ده من نسبة للشغل بتاع الديكور الخارج مدعلق بالديهانات ني تاني للحطة المهمة في البيت كله نعم الهول مثلا قدام ناس ممكن نتحدث عنه أيوة الهول ده أصلا نهوز يعني براحة البيت يعني بيقى يعني نحنا زمان يعني لنا الحوش حاجة مهمة الحوش أيوة فبقى الحاجة بيقى ما في يعني ملزمية أو يعني إجباري بيقى ما فيش الناس بيقى ساكنة في شقاك ساكنة في عمارات فما عندنا كده متسحة تنفس فيها يعني حتى البالاقونات اللي فيه بيكون صغيرة للتهوية ولي كده فالهول ده دائما بيكون فيه الجلسات المريحة فيه البراحة حتى الألوان ممكن تدي ألوان فيه جزء معين تحيث أنه الأكبر من ما هو عليه مثلا نعم تخلي مثلا تحصل الجلسة بتاعت الضيافة تكون فيه اتجاه معين فيه صفرة مثلا تكون قريبة مثلا للمتبخ فيه الاستغبار والغرفة بتاعت الاستغبار والزول خاشي يكون فيه جلسة خفيفة كده فالحاجات دي كلها أنت دي مع صاحبه المبنى وإمكانياته بتوصيله لأحسن خيار يعني أنت بيشوفه نعم متناسق مع المبنى بتاعه إذا إحنا أصلا ما كان عندنا على الشغل في المبنى من الأول نعم طبعا إحنا بنشتغل مباني حتى بيجينا خرط بتاعت مهندسين بنشتغل على تعديل حسب إن إحنا بنشوفه مثلا إنه بعدين الهول ده وبشيل لك مثلا جلستين وبشيل كده بنجي في بيوت قديمة نعمل لي عادة بتاع التاهيل نعم بنعمل يعني توسعة في الصالون في الهول في كده فالناس بيجتب يتقبل يعني مع غلاء التكلفة وبالذات مع زيادة قصة أنا كنت عزا أدك يعني أطرح محوري منه عن غلاء الأزعار يعني هل الديكور مكلف؟ طبعا بتعتقد إنه الأزعار بتاعت الدكور بتكون مكلفة نوعا ما ولا يعني بالزبط كيف يعني أصلا طبعا طبعا هي ما أصلا هي حاجات ما أساسية المبنى نعم كماليات نقطقتنا طبعا أنا أقول ما أساسية المبنى لكن يعني ناس معينين هي أشيء أساسي ما أساسيات لأنه يعني ممكن أنا بدل أشتغل شغل بتاع مثلا مادة اسمها روشن أو أي مادة تانية تكشير مثلا في الحياة أشتغل بواسق عادي يقول له نعم بدل أشتغل في السقف شغل بتاع جبس شغل مثلا مكلف صناديق وشغل بتاع بطلايت إنارة وشغل إنارة مغفية وكده أخلي علي كورنش خفيف حسب تكلفتان أو حسب إمكانياتي لكن هو أصلا المواد الدكور مستوردين برا يعني من الأصناف لا أعتقد إن الحياة الشبهة ممنوعة أي نعم لأنه طبعا عشان حماية الدولار والحياة بشكل يعني كونه مثلا التكاليف مزيد فمن الحاجات الأصناف اللما انتجي بيكون عليها غرامات عندنا هنا حتى الناس اللي بتجيب بأي كميات بسيطة لمبانيها برضو بتكون أعلانه دارين يحمل منطقات المحلية عندنا هنا وبقى الحمد لله رب العالمين حتى الشركات المحلية هنا بقى تنتج نفس المواد اللي بتستوردين برا نعم فدي حاجة كويسة جدا يعني يعني منون الحاجة بتوفر عندنا لكن طبعا بعد ذلك بتبقى القصة في الجودة نعم الناس اللي حاولوا تطور أكتر وأكتر وأكتر إن شاء الله ومن هنا نواصلوا منه وأصحاب الشركات يعني اتهدوا ما تبخلوا كوي المنتج يعني وطوروا أكتر نحن عشان نحن يعني بنغني على الناس إنه بمنتج المحلية بعدها بيقى أفضل من الخارج نعم لكن صراحة الديكور مكلف طبعا أكيد طبعا الموضوع طويل وكبير ويعني لولا ضيغ الزمن كنا استرسلنا أكتر نعم لكن إن شاء الله نواصل معك في حلقة قادمة مرحب بكم لمنقات عامين حديث نشكرا كثير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا لغاية لدرك إن شاء الله دائما في نجاح وتوفق إن شاء الله جزينا شكرا لك شكرا جزينا عزيلا المشاهدين ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية شكرا للمشاهدة